اشتركوا في القناة ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم اليوم العاشر يوم العيد يوم النحر يوم الحج الاكبر ثم ينصرفون الناس الى مزدلفة يقف فيها الى نصف الليل الافضل انه يجلس الى الفجر لكن اليوم مع الزحام والحملات ومع الناس اللي معهم عوائل واسر قد يشق على الناس فلا بأس من الانصراف منها بعد منتصف الليل الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بمزدلفة ليلته تلك بنوم وراحة الى ان طلع الفجر فلما طلع الفجر صلى في اول الوقت واستقبل القبلة وتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر الى عن اسفر يعني ما قبل طلوع الشمس بقليل ثم بعد ذلك يذهب من المزدلفة الى ميناء ويبدأ بجمرة العقبة سبع حصيات وهذه الحجارة او الحصى الذي يرمى به من اي موضع اخذه الانسان ويجزئه ويعتقد الانسان ان رميه هذا اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم بعد ذلك يحلق رأسه وينحر المتمتع والقارم والمفرد ليس عليه هدي ثم بعد ذلك يأتي للمكة لطواف الإفاضة لطواف الإفاضة ليس مشروطا ذلك اليوم وانما في ساعة الى ايام التشريق بل الى نهاية شهر ذي الحجة فاذا رمى وحلق تحلل التحلل الاول يعني بعض المحضورات سقطت عنه يلبس ثيابه ويتطيب وتحل له جميع المحضورات التي حربت عليه بالإحرام الا النساء حتى تطوف وتسعى أما التحلل الثاني فلا يمكن إلا بعد طواف الإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر